موسيقى السلام عليكم شباب اللهم معنا اليوم إن شاء الله سنحن نكمل الفيديو اللي عنده علاقة بالمرحلة الأخيرة المراحل التنفس الخلاوي إذن سنتحدث عن مراحل السلسلة التنفسية هذه المرحلة مهمة جدا لأننا نلقاها كثيرا في الوطنيات وفي تمارين الوطنيات السلسلة التنفسية هي المرحلة الأخيرة قلنا أنها تحتاج على مستوى الغيشاء الداخلي الميتوكندري نذكره دائما بالميتوكندري وقلنا الميتوكندري عندنا غيشاء غيشاء خارجي عندنا كذلك غيشاء داخلي وبيناتهم قلنا بالغيشاء الداخلي والخارجي تجدون حيز وهو الحيز الوطنيات وداخل الميتوكندري قلنا نلقا الماتريس إذن داخل الميتوكندري كذلك نسميهم الميتوكندري كذلك نسميها الماتريس ومن ثم لدينا كيف نعرف الأعراف هذا شيء معروف متقريبا جميعكم يعرف هل نذكره بالمراحل قلنا المرحلة الأولى وهي انحيلة غليكوس تحدث خارجي مرحلة الثانية وهي أكسات حني البيروفيك تحدث داخلي الميتوكندري في الماتريس ثالثة تفاعلة حلقة كذلك داخلي الميتوكندري في الماتريس المرحلة اللي نهضره لها اليوم هي مرحلة تفاعلات السلسلة التنفسية التي قد حدثت هنا يعني على مستوى الغيشاء الداخلي الميتوكندري ألا كذلك تعرفوا أن الغيشاء الداخلي الميتوكندري هو واحد الغيشاء غنيب مجموعة من المضخات البروتينية غنيب الكورادات الشمراخ ثم ثم نحاول ناخد واحد الجزء من الغيشاء الداخلي تعقين ونحاول نكبره هذا الجزء هذا من الغيشاء الداخلي نحاول نكبره نشوفه المرحلة الآن كيف قلنا قلنا عندنا غيشاء اللي هو نعتبره غيشاء خارجي تعقين وعندنا كذلك غيشاء اللي هو غيشاء داخلي أوكي هذا غيشاء الداخلي وهذا غيشاء خارجي وبناتهم بانساء قلنا عندنا الحيز اللي بي غيشائي والتحت هنا منطقة هذه كاملة هنا التحت كيف سنسميها بالماتريس على مستوى الغيشاء الداخلي قلنا نجموعة من النواقل البروتينية مهمة جدا نجموعة من النواقل وقلقوا كذلك ما نسميه بالقرات ذات شمراخ عندنا هذا يجموعة المستوى الغيشاء الداخلي للميتو نجموعة نجموعة إذا ذكرتم معنا كنا نتكلموه في الفيديو القليل من هذا تكلمنا على NAD+. قلنا أن NAD+, كان يقوم بعمليات الاختزال يعني كان يقوم باكتساب الإلكترونات لتحول NADH H+. يعني كان كل مرة NAD+, يأخذ ديزالكترون لتحول NADH+. الآن في هذه المرحلة سيكون العكس هذه NADH H+. يقوم بالعكس لترجع كما كان يرجع NAD+. يعني سيقوم بعمليات الأكسادة وهذه هي أهم عملية في هذه المرحلة هذه هذه المرحلة لا يمكن أن نبدأ ها إذا لم نتكلم على أكسادة النواقل المختزلة وهما NADH H+. لا على المستوى الغيشاء الداخلي سنبدأ أول أكسادة النواقل المختزلة إذن NADH H+. سيقوم نتكلم NAD+. يعني سيقوم بعمليات الأكسادة تعبقين تذكرتم معي أكسادة قلنا هي فقدان إلكترونات إذن NADH H+. سيقوم نتكلم أعطيه هذا ناقل هذا ناقل نظم كيف أكسادة لكم ذلك هذه الإلكترونات التي كانت عند NADH H+. سيسلم هذا ناقل هذا ناقل سيقوم ماذا ناقل الدور بسيط أنه يشد براتونات H+. يقوم بضخ براتونات H+. من الماتريس ويطلع هم نحو الحيز بغيشاء يعني يكون براتونات H+. من الماتريس ويطلع هم الحيز بغيشاء يعني يأخذ إلكترون هذه الخدمة هذه يأخذ H+. من تحت ويطلع الفق ثم النفس الإلكترون ينتقل لكي يوصل إلى النقل الثاني إلكترون يقوم بنص النقل الثاني يقوم بنص المهمة يعني يقوم بدخ أو نقل براتونات من الماتريس نحو الحيز بغيشاء ثم النفس الإلكترون ينتقل مرة تالية هذا نقل هذا هذا نقل كذلك يقوم بدخ براتونات H+. من الماتريس ويقوم نقل ها نحو الحيز بغيشاء ثم الإلكترون ينتقل آخر مرة عند مركب مهم جدا يلا سنشوف في المرحلة هذه وهو الأود يختزل إلى H12 يعني يتحول إلى 100 إلى H12 نعود عند أكساد الانضي H H+, ينتقل الإلكترون على طول سيسلة التنفسية إلى المتقبل نهاية أو ليختزل إلى H12 فهذا الانتقال يكون مصاحب بنقل H+, من المتريس نحو الحيز بغيشائي عندما يأتي أحد H+, آخر يقوم بالنسبة العملية يعطي الإلكترون ديول هذا نواقل يقوم بماذا يقوم بدخل H+, من المتريس نحو الحيز بغيشائي يعني أشك فهذا تحرر الإلكترون التنفس أشك فهذا نواقل يهزون لبروتون H+, من المتريس وبدأ ينقل لهم نحو الحيز بغيشائي وما سيقوم كيف ترى التركيز للبروتونات H+, ستزاد في الحيز بغيشائي سيكون التركيز للبروتونات H+, مرتفة يعني التركيز للبروتونات H+, في الحيز بغيشائي كثيرا من التركيز للبروتونات H+, في المتريس كان قوله حدث لنا مامال H+, مامال H+, يعني جهة في التركيز H+, كثيرا من جهة عند حدود مامال H+, كيف نفس السوق خاص دائما لدينا توازن يعني خاص H+, يرجع لتحت فين كان خاص بروتونات H+, يرجع القرات ذات شمراخ قاعدوا في H+, يتلقوا كيف بدوا يرجع عبر القرات ذات شمراخ قرات ذات شمراخ شنو ترجع لي H+, ولكن يوجد أحد أنزيم مهم يسمى ATP سنتيطاز هاد ATP سنتيطاز شنو كيف يركب لي ATP اسمه ATP سنتيطاز يعني يسنتيز ATP يعني يشبط ADP PLUS PI و يحول ها أو يرجع ها ATP تفقين نعود أول جملة تعقل على الجملة باللغة العربية أول جملة هي أكسادة النواقل المختزلة NADH H+, ثم انتقال الإلكترونات على طول السلسلة التنفسية إلى المتقد بالنهاية O2 ليختزل إلى H12 ثم ضخ H+, أو نقل H+, من الماطرس نحو الحيز بغيشاء ثم حدود الممال H+, ثم رجوع البروتونات H+, عبر الكوراة تشمرخ عاد تكلمون عن تركيب ATP لو عندكم معلومة في الدرس تقول بأن كل NADH H+, يؤدي إلى إنتاج تخواص ATP لماذا؟ لأن NADH H+, 1 فشدار الأكسدا دياله أعطى الإلكتون هذا ناقل هذا ناقل اله H+, 1 داعي مدور على هنا وانتقل هذا الإلكترون هنا وانتقل اله H+, وانتقل اله H+, إذا هل A+, طلعت ثلاثة اله H هاد H+, سترجع ستنتاج ATP الأول هاد H+, سترجع ستنتاج ATP الثاني هاد H+, سترجع ستنتاج ATP الثالث إذا إن أعدي H H+, ستنتي لإنتاج 3 ديال ATP في حين في الدرس يقول لكم لأن FADH2 يعطينا غير 2 ATP علش لأن FADH2 كيف يدير أكساد يعطي لما يعطي الإكترون دياله يعطي غير هذا النقل ثم الإكترون ينتقل هنا الإكترون FADH2 سترجع هذا نقل يهز H+, إذا FADH2 سترجع إذا H+, إذا الله سترجع غير جوج وحدا في يوم ستنتاج ATP الأخرى سترجع أتنتاج ATP إذا FADH2 ينتاج غير ستوقف هنا في هذه المرحلة نظن أننا نتكلم على المرحلة بما في الكفاية أتقوا على التصال إن شاء الله في الفيديو القادم ونحاول ونتكلم عن التخمر لا تنسوا دخلوا للقناة على اليوتيوب والأبواج فيسبوك SVT for all يعني SVT للجميع وإن شاء الله نبقوا دائما على التصال معكم في السلسلة جبارة الفيديو إن شاء الله تباكل عليكم ترجمة نانسي قنقر